برقم لا يتجاوز 2.3 مليار دولار ما يزال حجم الصادرات الجزائرية خارج المحروقات ضعيف رغم المخططات الاقتصادية المعتمدة منذ 2014 بعد الذائق المالية التي عرفتها الجزائر أمر دفع بمصالح وزارة التجارة إلى اعتماد استراتيجية جديدة للتصدير سنة 2019 تم الكشف عنها خلال لقاء حول ترقية الصادرات خارج المحروقات تجاوزنا 2.3 مليار دولار من حجم الصادرات الجزائرية خارج المحروقات مقارنة بـ 1.2 مليار دولار السنة الماضية هو مؤشر جيد وهدفنا وضع استراتيجية للتصدير تسمح لنا على المدى القصير ببلوغ 10 مليار دولار مع مراعاة الظروف الصعبة أحيانا في عمليات التصدير أزيد من 800 مؤسسة جزائرية تنشط في مجال التصدير تبحث سبل إقحام المنتجات البحلية في الأسواق الأجنبية ورغم تواجدها في الأسواق الأفريقية على وجه الخصوص ما يزال المصدرون يبحثون عن تسهيلات للولوج إلى أسواق أخرى العام الأول للوجيستيك الحمد للهنا نحن بعمل مع الميستير للترانسبور لنجد أجل صلصة رادية يبقى أن عام المهم جدا هو عام البنك وواجدنا الضرارة أن البنك المركزي لا يمكننا إرادة الأنوال الريالية الإكتماعية التي تقوم بها للأكسبرتات لما صدر إلى مالي أو السنغال أو حتى موريتانيا فيه ضرائب تفوت 40% على المنتوج الجزائري هي أهم العرقيل التي تواجه المصدرين لتصبح مرافقة المؤسسات الجزائرية في الخارج وتوفير الدعم اللوجيستيكي إلى جانب دعم البنوك أمر ضروري لرفع مؤشرات التصدير بشأن نطلع هذا الحجم نخضع إلى عدة شروط من بينها أولا المرافقة المالية لمؤسساتنا في الخارج ثانيا المرافقة اللوجيستيكية لازم تكون موانئنا موجودة وفيها باخيرات يمشوا كل عالم طائراتنا وأسطولنا الوطني موجودة في كل كما سبقون الكثير من الدول التي اليوم عندها سنوات كبيرة في التصدير التكاليف اللوجيستيكية تكاليف مرتفعة في هذه الساعة تراوح بين 30 و35 والهدف من المؤسسات اللوجيستية هو التقليص هذه الخدمات وهذا هو الدور التعنا في اقتصاد مبني على الريع والاستراد بنسبة 90% بات التوجه إلى بعض آليات التصدير والتنويع الاقتصادي ضرورة حتمية حتى تصبح سنة 2019 سنة للتصدير بامتياز ترجمة نانسي قنقر